هوني كان كتب أنه العالم فقد شيء من أنضمي ممكن تكتب الناس العالم فقد آخر الأوفياء ما بد صباق لها يعني لأنه الوفا ما حموت سربت المواقع اللبنانية اليوم رسالة من رئيس السوري بشار الأسد حول رئاسة الجمهورية أكد فيها أن جبران بسيل عظامه طرية وسليمان فرنجي ما بيوجع لنا رسنة فما حقيقة الأمر وفي التفاصيل كشف موقع سود بيروت انترناشنل عن رسالة وصلت من النظام السوري مع رئيس حزب ووزير سابق موال للنظام إلى حزب الله تتعلق بالملف الرئاسي وطلب الرئيس السوري بشار الأسد فيها السير برئيس تيار المردة سليمان فرنجي كمرشح جدي لمحور الممانعة وتأمين الأصوات اللازمة من أجل وصوله إلى بعبدة وحول صحة هذه المعلومات أكد أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي بحادث للجديد المطلع على طبيعة العلاقة التي تربط الرئيس بشار الأسد والسيد حصر نصر الله وألية التنصيق والتواصل بينهما يدرك جيدا وبشكل سريع أن هذه الرسالة ليست إلا إنتاج خيال من كتبها وقد يكون مفهوما لمجرد أن نعرف في أي موقع نشرت هدف نشر مثل هذه الرسالة أما التنصيق بين حزب الله أو الحزب القومي أو حزب البعث العربي الاشتراكي أو المردة أو المير طلال إرسال أو كل الأحزاب الحليفة لسوريا مع الدولة في سوريا فهو قائم ومستمر ودائم كما أن التنصيق بين السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وحلفائهم في لبنان قائم وهذا الأمر لا يخفى على أحد وهو طبيعي في المشهد اللبناني الذي اعتاد دائما وأبدا أن يكون هناك في المحطات المفصلية تنصيقا مع دول خارجية وفي تسريبات أخرى نقلت وسائل الإعلام اللبنانية أخبارا نقلها أحد المواقع التي لم يحدد اسمه عن مرجع سوري كبير يقال أنه رئيس السوري بشار الأسد جوابا على سؤال حمله مفد لنصر الله كما يبدو حول موضوع الرئاسة وذلك بقوله جبران باسيل عظامه طرية وغير مضمون في بعض الملفات ولكن سليمان فرنجي واضح وهو في خط محور المقاومة وحليف صادق لسوريا وله لدينا كل الثقة ولا يطعن في الظاهر من أجل الحصول على منصب وما بيوجع لنا رأسنا الحديث المنقول عن لسان الرئيس الأسد حول الوزير باسيل لا أعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من التعليق فهو أكيد أنه لم يرد ولن يرد وهو من إنتاج كما قلت خيال من كتبه مع التأكيد أن الموقف من التيار الوطني الحر ومن الوزير باسيل ليس بهذه السلبية التي يحاول الموقع أن يصورها لبل أزم من موقع كأمين عام لحزب البعث العربي الاشتراكي أن موقف سوريا من الوزير باسيل ليس كما صوره كاتب المقال صوت بيروت انترناشنل أكد أن رسالة الأسد فاجأت نصر الله الذي كان يفضل إدارة المعركة الرئاسية على نار هادئة ولم لمت الأصوات من الحلفاء بطريقة دبلوماسية عبر إرضاء الجميع وخصوصا باسيل لأنه من دون أصوات تكتله لن يستطيع الحزب إيصال فرنجي إلى بعبدة بحسب الموقع الذي رأى أن أي دعس نقص بين الحلفاء تطيح معركة الرئاسة وتضعف حظوظ فرنجي أن القوى الرئيسية في البلد حتى الساعة لم تبدأ نقاشها وبحصها حول الملف الرئاسي وبالموضوع أن يكون للدولة السورية موقفا أو كلمة فاصلة في الموضوع الرئاسي طبعا للدولة السورية رأي للدولة السورية موقف من هذا الموضوع كما بقية الدول المؤسرة في الإقليم وفي المنطقة ونحن نعرف جيدا أن نتاج وخلاصة الوصول إلى اسم رئيس في لبنان يستدعي تشاورا يبدأ في واشنطن يمر في فرنسا يصل إلى طهران ومن ثم يعمل إلى دمشق وترسي في بيروت المعادلة وبالتالي من حق سوريا كما من حق حلفاء سوريا أن يكون لهم موقف ورأي في هذا الموضوع لغاية الآن يترك نصر الله الحرية لباسيل وينتظر لقاء الخزم باسيل قبل التدخل مباشرة وفق موقع صوت بيروت انترناشنل في وقت يدرك الأسد أن فرنجي أقرب لإيران من باسيل وفق الموقع وبالتالي لعب ورقة فرنجي لضمان السير به من قبل حزب الله وحلفاء إيران في لبنان اشتركوا في القناة